عبد المجيد الفخري مفخرة اليمنيين وحديث ألسنتهم على مدى الساعات الماضية ولا يزال وسيظل حديث الناس لسنوات وسنوات وستروى بطولته للأجيال المتعاقبة كأحد أبطال الإنقاذ لضحايا السيول في اليمن بفدائية منقطعة النظير وبسالة تفوق حجم المخاطر أنقذ عبد المجيد أسرة كاملة كانت في متناول الموت بعد أن داهمت السيول بيتها وغمرت أجزاء كثيرة منه في مديرية جبلة بمحافظة إب لقد تمكن هذا الشاب ومن معه من الأبطال من خلال هذه الحبال الموصولة بالأمل في الحياة من إنقاذ هذه الأم وأطفالها في مشهد بطولي يقدس الحق في الحياة ويسترخص الموت في سبيله وفي مديرية الظهار بمحافظة إب أيضاً توفي الشابين أيهم الأرحبي ووديع قناف خلال محاولتهما إنقاذ طفلين جرفتهم السيول الغزيرة في المنطقة ليضاف اسميهما في قائمة الفخر وسجلات الأحياء فثمت أمجاد لا تموت وبطولات لا تنسى وقبل أيام قليلة توفي الجندي عبد محمد المسعودي أحد أبطال اللواء الأول زرانيق بينما كان في مهمة إنسانية وبطولية لإنقاذ أطفال غرق في منطقة الحيمة بمديرية التحيطة جنوبية الحديدة محاولات إنقاذ كثيرة قام بها أبطال حقيقيون خلال موجات الأمطار والسيول والفيضانات التي ضربت أغلب مناطق اليمن عرفنا بعضهم ولازلنا نجهل الكثير ونجحت بعض محاولاتهم فيما فشلت محاولات أخرى راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر وعز العطاء ترجمة نانسي قنقر